شخص لا يعرف المداخلة معرفة جيدة ومع ذلك يكفرهم بغير مكفر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الشخص الجهمي يتكلم عن المداخلة وكفرهم بغير وجه حق وسنتكلم عن هذا الموضوع بإذن الله بعد أن نسمع كلامه المدخلية لفظ كان علمان على زمرسين وهو مريد الشيخ في المشيق سما ربيع المدخل يقول لك مريد ربيع المدخل ويتكلم بألفاظ صوفية خلفية هو صوفية ما عندهم شيء اسمه مريد مؤيد محب إلى آخر تلاميذ أساسا حتى المداخل لا تطلق فقط على التلاميذ تطلق على الذين يعقدون الولاء والبرع عليه وإلا تلاميذه فيهم أناس فاضل يعني درسوا عليه واستفادوا من علمه فهو الرجل في الحديث له باع فالمقصود بالمداخل هم الذين يوالون ويعادون عليه مثل المداخل الجدد هم الذين يوالون ويعادون على النووي بقاو على السيوط وكذا فهؤلاء المداخل يوالون ويعادون على ربيع على رسلان أو على محمد المدخل ويرادف هذا اللفظ في الدلالة عليهم لفظ آخر هو ما يسمى لفظ الجهمية يقول يرادف هذا اللفظ لفظ الجهمية ولا يعرف الفرق بين الجامية والجهمية هو أساسا جهمي هو منكر للصفات الله سبحانه وتعالى ويقول إن المداخل يعني يسمون بالجهمية هم يسمون بالجامية نسبة إلى محمد بن أمان الجامي رحمة الله عليه لكن الجهمية هي الطائفة التي أخذت بأصول الجهمة بن صفان في الدين في إنكار سفات رب العالمي في فرق كبير طبعا أنا من الناس الذين ردوا على المداخل من أوائل الناس الذين يعني عملوا سلاسل عنهم نعرد عليهم هذا لا يعني أننا إذا ظلموا لا ندافع بالحق هم أقربوا إلى السنة من كثير من الطوائف هذه الفاسدة وأحسن من غيرهم بكثير أقرب إلى السنة بكثير من يعني أمثال هؤلاء الجهمية أساسا بعيدين عن السنة بعد المشرق عن المغرب لكن أنا أقصد يعني ما تقارنهم مثلا بخوارج ولكذا فنعم نحن إذا كان هناك ظلم على فئة ولو كان بيننا وبينهم شيء فلابد من أن نرد هذا الظلم إذا لم يردوه عن أنفسهم لكن لابد من بيان الحق من وجه العقيدة يقال بالنظر في أحوالهم أن في عقيدتهم شبها من الدرزية يشبه عقيدتهم بالدرزية تعرف ما هم الدرزية؟ الدروز إن شاء الله أنا يعني إن شاء الله أجهز عنهم الآن حلقة ووصلتني مجموعة من حتى كتب المقدسة حاليا أنا أقرأها لكي أستخرج لكم منها يعني حلقة تكون على أصولها الآن هو يشبههم بالدرزية الدرزية الدروز يعبدون غير الله حقيقة لا أقول إنهم مثلا يدعون قبورك لا لا حقيقة إلههم هو إنسان اسمع ماذا يقول أن في عقيدتهم شبها من الدرزية الدرزية مال إلى عبادة الحاكم بأمر الله وهذا معروف الفرناطي الدروز يعبدون الحاكم إذن هو يعرف أن الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله شخص كان يحكم الدولة العبيدية في مصر التي تسمى بالفاطمية اسمه الحاكم بأمر الله كانوا يعبدون يعتقدون هو الإله هو الإله الحقيقي فعلا عندهم فالآن هو يريد أن يجعل المداخل مثلهم يعني شوف التكفير الصريح جدا طيب هل هذا مع خصومتنا واختلافنا مع المداخل هل هذا يجوز لنا أن نرضاه والله ما يجوز وأسسوا عليه مذهبهم وعقيدتهم وهؤلاء آلهتهم تشتتت في الأرض إلا أن هذا الاستنتاج ليس على إطلاقه ذلك أن الولاء لها يقول هؤلاء آلهتهم تشتت في الأرض يعني الدروز أحسن منهم الدروز عندهم إله واحد الذي هو الحاكم بأمر الله هؤلاء آلهتهم تشتتت يعني عندهم أكثر من آلهة ولكنها متشتتة لكن الآن ما وجه يعني الانتقاد الذي سينتقده على نفس كلامه هو أن عندهم الإله يعني كم واحد فقط اسمع ذلك أن الولاء من هذه الطائفة لمن تولي الحكم إنما ينحصر في من يشاركهم في العقيدة التجسيمية فقط وأما من سواهم فإنهم لا يوالونهم إلا في الظاهر تقية وإظهارا بأنهم يوافقونهم وليس الأمر كذلك إذن هو جعلهم يعني يعبدون الحكام لكن يقول بصراحة فقط الحكام اللي يوافقونهم بالعقيدة التجسيمية طيب السيسي مجسم سيسي أليس المداخل يعظمونه جدا ويدافعون عنه أكثر من دفاعهم عن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيب أي واحد مدخلي شوف دفاعه عن صحيح البخاري وقارنه بدفاعه عن السيسي ستجد أنه دافع عن السيسي أكثر ما دافع عن صحيح البخاري وهذا لا يعني أنه يعظم السيسي أكثر من صحيح البخاري ولكن أنا أقصد أنهم يدافعون عنه بكثرة جدا طيب أين التجسيم عنده بيّن لنا ماذا قالت سيسي من مقالات المجسمة ولا أنت تقصد محمد بن سلمان طيب محمد بن سلمان ولا بسلمان بن عبد العزيز هل هم مجسمة ما هي مقالاتهم في التجسيم ماذا قالوا ماذا كتبوا ماذا تكلموا في التجسيم لكن هو طالما أنهم خلاص يعني هم سعودية فإذا مجسمة هكذا يثبت عنده التجسيم وهكذا يثبت عنده عبادة غير الله هذه الطرق هؤلاء يعني شوف هذا واحد جهمي كفر عثمان بن سعيد الداريم يقول عن عثمان بن سعيد الداريم زنديق فما بالك بالمداخل لكن شوف الافتراء كيف إلى هذه الدرجة وعلى فكرة للأسف في واحد أيضا غيره لن أذكر اسمه يعني لأني أرجو أن هذا الشخص يعني الآخر يعني لعله إذا سمع الكلام أو نوصح أو كذا يعود للحق ولهذا لن أتطرق باسمه أيضا قال نفس هذا الكلام نفس هذا الكلام هذا جهمي وذاك يقول لك ابن تيمي وابن عبد الوهاب ومشايخنا وابن عثيمي وكذا لكن نفس الطريقة يقول لك أن المداخل هم الذين يعبدون الحكام من دون الله سبحانه وتعالى يعبدون الحكام من دون الله وهذا تكفير صريح وهو بنفس الوقت يقول لا أنا ما كفرتهم شيء غريب شيء غريب أن تقول لإنسان أنه يعبد أحدا من دون الله ثم تقول لا لا لم أكفره يا جماعة ترى المواضيع موسهلة في كافر يكفر ما يقال والله من كفر لأنه هو كافر وواضح الكفر لكن تأتي لواحد هم يقولون بطاعة الحاكم ويقولون بطاعة الحكام الظلمة ويقولون بعدم انتقاد الحاكم حتى لو كان فاجرا عاصيا نشر الفجور عدم انتقاده يقولون بعدم انتقاده يقولون بعدم الانكار عليه بأي طريقة من طرق بل حتى عدم الانكار على وزرائي وحتى واحد يقول عدم الانكار على شيخ الأزهر لأن السيسي يرضى عنه الله ممكن أن أجيب لك إياها حتى ما تستوعب أساسا ممكن بعدين أرسلها يعرضها في المونتج لأن تحتاج بحث حتى الشيخ الأزهر يقول لك ما ينكر عليه لأنه من أعواني أو من وزرائي أو من ولاة ما عرف إيش عبر عنها الحاكم عندهم غلوف هذه النقطة نعم هذا الغلوف موجود لكن هل هم عبدوهم فماذا يقول هذا الأخ يقول إنه ما يكفرهم فقط هو قال عنهم إنهم يعبدون الحكام استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أليسوا يحلون لهم الحرام فيطيعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم قال نعم قال فتلك عبادتهم إياه فيقول هو استند إلى هذا تستند هذا في الكفار هذا في الكفار صديقك قبل أيام لما أنا أتيت بأن هناك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم راح قال لنتوا تكفروا ما تكفروا تستشهد بآيات الكفار عن المسلمين وخلط بهذا التخليق الآن أنت تأتي بكفر صراح مخرج من الملة وتنسيبه لهم ثم تقول لأنا ما أكفرون يا إخواني اتقوا الله اتقوا الله حتى يعني عنده الردد عن المداخل جيدة وعجبتني لكن يصل الأمر إلى هذا الدرجة لا نحن لا نرضى بهذا لا نرضى بتكفير مسلم المسلم لا يكفر المدعي للإسلام هو كافر وواقع في كفر صريح ومجمع على هذا الكفر هذا حد جهنم لكن تأتي إلى واحد تنسب له كفرا وما كفر وهذا يقول عنهم مثل الدروز وآلهاتهم تشدت ثم بعد ذلك سيقول لا أنا أقولها مجازا مجازا تنسب لهم عبادة غير الله مجازا والآخر يقول لا أنا قصدت ما قصدت ما كفرتهم طيب اتق الله لا تقول هذا ارجع عنهم ارجع وأنا أظن بذاك أنه سيرجع أنه يتبين له الحق ويرجع هذا ما أظن أنه يرجع هذا الجهن يهرطق ليش؟ لأن في بعض الناس يخجلون من التراجع بعض الناس عندهم يعني يظن أنه إذا تراجع فإذا يعني الناس ستفقد الثقة بيه فعلا فيه ناس بس إنسان تراجع عن شيء يقولون هذا كل يوم يتراجع ما بد نية حد هم الجنة إن شاء الله لكن يعني الإنسان يبين إنسان يقول الحق الإنسان يقول الحق يا أخي هؤلاء عندهم بدع عندهم ضلالات عندهم طريقة غير حسنة في تعامل مع الحكام بنظرك أو بنظري أنا أو بنظري غيرنا سواء بتعامل مع الحكام سواء أنا في عندي عليهم انتقادات عقادية ما في مشكلة نبينها لكن يا أخي تجعلهم يعبدون الحكام هذه ستلقى كيف ستلقى بها الله سبحانه وتعالى كيف ستلقى الله فعل عندهم غلوم قل عندهم غلوم ما تقول يعبدون اللهم استعال ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا من قول الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون